سيد نبيل يقول لم تكن الولايات المتحدة يوما جمعية خيرية ليست هي الأمم المتحدة التي تخشى على حقوق الإنسان وتحاول زيادة التنمية في كل بقاع الأرض هل تحولت الآن واشنطن إلى جمعية خيرية تخشى كثيرا على أطفال العراق من خطر داعش أخي محمد شكرا للضياف الكريمة أهلا بي ورحب معك مع زميلي له كل الاحترام لكني أختلف معه بالكامل بالمنطلق والتحليل والنتيجة والإجابة المقتضبة على سؤالكم الكريم نعم الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال خاصة في إدارة ترامب ليست جمعية خيرية ولا تعطي ولا تمنح شكات على بيض ولن تمنح مساعدات بعد الآن دون أن تكون مستحقة وواجبة وتكون منطلقة من علاقة صداقة بين شعوب تحترم مؤسسات الدولة فيها تحترم هذه الصداقة وترعاها إلى المستويات الأعلى ولكن في نفس المنطلق يا عزيزي لا يعقل أن يوصف تنظيم داعش بأنه صريعة الولايات المتحدة الأمريكية هذا توصيف فيه كثير من الظلم كثير من التبسيط الذي يعني أعتقد مجرد مراجعة بسيطة بمدارسنا وجامعاتنا ومكتباتنا الوطنية تظهر أن هذه المقولة باطلة من أساسها لأكثر من سبب لسنا هنا طبعا بطبيعة الحال لنتحدث عن الإرهاب الديني بكل أنواعه بكل الأديان ولكن الإرهاب أو يسمى بالإرهاب الإسلامي عفوا للمقاطعة سيد بشار هذا شرب وإرهاب ضارب الجذور عفوا سيد بشار فقط حتى تتضح الصورة أو تتضح وجهة نظرك أنت تنفي تماما أن تكون الولايات المتحدة أنشأت تنظيم داعش أو ساعدت أو ربما حتى غضت الترفع عنه طيب ألم تكون يوما وتدعم يوما الولايات المتحدة تنظيم القاعدة ألم تنشئ بلادين وجماعته في أفغانستان عزيزي تفضل أنا استمعت إلى سؤالك الكريم عزيزي سأستمع إلى الإجابة سأستمع إلى الإجابة سأستمع إلى الإجابة يدور في أذهان الكثيرين ولكن أستطيع أقول لك وبحزم أن التنظيمات الإرهابية في العالم كله على اختلافها أيدولوجية كانت أو دينية تراقب من أجهزة الاستخبارات في العالم ويتوظف نشاطاتها الإجرامية المدانة في مرحلة ما توظيفا سياسيا الكل ليس ببريء من هذه اللعبة هذه للأسف صناعة العنف وصناعة الإرهاب وتسويقه وتوظيفه وتمويله هذه مسألة للأسف هي من الأساس من مخلفات الحرب الباردة ونعم هناك كثير من الدول والعواصم والإدارات التي تورطت بهذه الحروب القذرة ولكن بمنتهى الصدق والمضوعية أقول لك أن بالذات إدارة الرئيس ترامب كانت واضحة من البداية بأن أساس وتشخيص هذا الإرهاب بأنه إرهاب إسلامي يقوم على تفسير خاطئ ومشوه للدين والحضارة الإسلامية وأن إدارة براك حسين أوباما للأسف قامت بغض النظر والتواطئ مع ما يعرف بين قوسين بالإسلام المعتدل وهذا كان زورا وبهتانا فرعت ما سمي أيضا زورا وبهتانا بالربيع العربي وحاولت إيصالهم إلى السلطة في أكثر من دولة عربية هناك كان تقصير وتواطئ ولكن لا يصل إلى مرحلة أن تقوم أي إدارة أمريكية وهنا ليس دفاعا عن براك أوباما أو أي إدارة سابقة هذا مخالف للقانون إن ثبت قانونيا وقضائيا بأن هناك تواطئ لأي جهة فدرالية أو غير فدرالية حتى على الصعيد الفردي بالقيام بهذه العمل الإرهابية هناك قانون يحاسب في أمريكا ولا يرحم أحد ولا أحد فوق القانون في هذه المسألة اشتركوا في القناة